واصل أهالي المخطوفين اللبنانيين في سوريا ضغوطهم على الحكومة اللبنانية والحكومات الأخرى ذات العلاقة بالمعارضة السورية من أجل إطلاق سراح أبنائهم المخطوفين منذ أواخر العام الماضي أهالي المخطوفين قاموا صباح اليوم باعتصام أمام السفارة الفرنسية يأتي بعد اعتصامين آخرين قاموا بهما أمام السفارتين التركية والقطرية بعد السفارة القطرية والتركية جاء اعتصام أهالي المخطوفين اللبنانيين في أعزاز اليوم أمام السفارة الفرنسية في بيروت مطالبين بإطلاق سراح المخطوفين معتبرين أن فرنسا مسؤولة كما تركيا عن عملية الخطف عبر وقوفها إلى جانب المعارضة السورية الأهالي أشاروا إلى أنهم اعتصموا أمام السفارة الفرنسية في بيروت لسببين الأول احتراما لجنازة رسام الكاريكاتور بير صادق الذي شيع اليوم في وسط بيروت مقابل الخطوط الجوية التركية والثاني بسبب دعم فرنسا للمعارضة السورية وانتقد المعتصمون سياسة الدولة الفرنسية الداعمة لممارسات المعارضة السورية وطالبوا الشعب الفرنسي بالتدقيق في سياسة حكومتهم النظام الفرنسي مع الدستور الفرنسي اللي هو على مستوى النظر بالسماء لجهة الحرية الرأي وحقوق الإنسان ما في أبدا ما في انسجام بين أداء الحكومة الفرنسية وهي المثل الحكومة الفرنسية عم تدعم ناس بسوريا معارضين تحولوا إلى خاطفين لذلك فرنسا صارت مثل مثل تركيا لكن لعل بنسبة أقل مسؤولة عن عملية الخاطف وذلك بحسب حجم دعمها لهؤلاء الخاطفين كما أشار الأهالي أن اتصال الرئيس التركي عبدالله غول ببطرياك أنطاقيا للسريان الأورتودوكس الذي طمأنه فيه إلى صحة المطرانين المخطوفين في حلب بولوس اليازجي ويوحنى إبراهيم هو تأكيد على أن التركيا على اتصال وتنصيق مع الجهة الخاطفة بعد في خبر نتمنى عليكم كمان الالتفات والتأكيد عليه أن الرئيس تركي قول أجرأ اتصال هاتفي مع المطران يوحنى وتأكد أنه بخير هذا خبر حلو خبر سعيد نحن بنتمنى له الرجوع السريع لبين أهله ورعيته بس بالتالي له معنى هذا الخبر معناه ببساطة أن الرئيس التركي وكل الحكومة التركية لها القدرة السريعة على الوصول إلى الخاطفين وقدروا يحصلوا اتصال هاتفي معهم وهذا الشيء ما زيت شيء بمعلوماتنا ما تغير شيء نحن عم نتأكد بس حجم مسؤولية الأتراك عن هذا الموضوع ومدى سيطرتهم على المجموعات الخاطفة وطالب المعتصمون وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل باستبعاد أي شركة تركية من عملية استدراج العقود للتنقيب عن النفط قبلة الشواطئ اللبنانية وذلك كوسيل الضغط على الحكومة التركية لإطلاق المخطوفين اللبنانيين في أعزاز ساعة قليلة وتنتهي المهلة التي حددها أهالي المخطوفين لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد مشال سليمان لاستدعاء السفير التركي في لبنان وإن لم يتحقق الطلب فقطع لتاريخ مطار بيروت الدولي وتوقيف لرحلات الخطوط الجوية التركية هو ما وعد به الأهالي جنان شحادي قناة الكوت بيروت